بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن شركة المساهمة نتحدث عن تداول الأسهم والقيود التي ترد عليها علمنا أن من خصائص السهم قابلية السهم للتداول فالتنازل عن الأسهم بطريق التداول يعتبر من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المساهم وهذه الحق يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الحجر على حق المساهم في بيع السهم أو التنازل عنه إلا أن حرية تداول الأسهم ليست مطلقة فقد ترد عليها بعض القيود وهذه القيود إما أن تكون قيود نظامية وإما أن تكون قيود اتفاقية فما هي القيود النظامية وما هي القيود الاتفاقية القيود النظامية وهي ما نص المنظم السعودي على الحد من حرية تداول بعض الأسهم وهذه القيود تتمثل فيما يأتي أولا الأسهم العينية وأسهم المؤسسين حيث نص المنظم السعودي بأنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ودعونا نتحدث مع السامع الكريم عن هذا القيد والعلّة في وجود مثل هذا القيد عموما أسهم المؤسسين والأسهم العينية وحصص التأسيس يمكن أن يبالغ في مثل هذه الأسهم ويمكن أن يحابي المؤسسون نفسهم بأسهم دون أن يكون لها مقابل مادي ويمكن أن يبالغ في تقييم الحصة العينية التي يتقدم بها المساهمون ويكون ذلك بمبالغ أخصر فإذا تم تداول هذه الأسهم من اللحظة الأولى فإن ذلك يضر ممصلحة الأشخاص الذين سوف يشترونها لذلك السوق هو الذي يكشف القيمة الحقيقية لهذه الأسهم فهو الذي يكشف القيمة الحقيقية للحصص العينية وهو الذي يكشف القيمة الحقيقية لأسهم المؤسسين وهو الذي يكشف القيمة الحقيقية لحصص التأسيس لذلك لا يجوز بيع هذه الأسهم قبل مرور نشر ميزانية سنتين ماليتين كاملتين حتى تكون قد استقرت القيمة الفعلية والسوقية لمثل هذه الأسهم ولتقريب هذا المعنى دعوني أضرب مثال للسامع الكريم يستطيع من خلاله أن يستنبط ضرورة وجود مثل هذا الشرط حدث في مصر في السمانينات من القرن الماضي أن جاءت شركة أجنبية ودخلت شراكة مع الحكومة المصرية في إنشاء مستشفى تسمى مستشفى السلام الدولي وكانت حصة الشريك الأجنبي حصة تكنولوجية وهي عبارة عن آلات ومغدات طبية وتم تقييم الحصة التكنولوجية هذه في هذا الوقت بما يوازي أو بما يساوي 50 مليون جنيه مصري وفي هذا الوقت كان المليون بقيمة مليار وبدأت مستشفى السلام الدولي تعمل وبدأ الشريك الأجنبي يقترد من البنوك المصرية بضمان الحصة التكنولوجية التي قدمها في مستشفى السلام الدولي واقترد من البنوك المصرية في هذا الوقت 40 مليون وكانت البنوك المصرية محقة حينما تقرضه 40 مليون لأن الحصة التي يملكها تساوي 50 مليون فالضمان يكفي لسداد الدين وأخذ الشريك الأجنبي هذه القرود وهرب بها خارج مصر وعندما أتت البنوك المصرية لتنفذ على الحصة التكنولوجية الموجودة في الشركة وجدتها لا تساوي إلا 10 مليون فقط إذن التقييم للحصة العينية كان خاطئا من البداية والذي كشف هذا الخطأ هو السوق لذلك لا يجوز بيع الأسهم العينية إلا بعد أن يكشف السوق قيمتها الحقيقية أيضا من القيود النظامية التي نص المنظم السعودي على وضع قيود على تداولها هي أسهم الضمان فما المقصود بأسهم الضمان؟ أسهم الضمان هذه يجب أن يكون لعضو مجلس الإدارة عدد من الأسهم يمتلكها في الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن 10 ألاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال 30 يوما من تاريخ تعيين عضو مجلس الإدارة في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة أو بالأحرى البنوك المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والغرض من إيداع هذه الأسهم التي قيمتها 10 ألاف ريال أنها تخصص لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول طيلة مدة عدوية مجلس الإدارة في الشركة فهذه الأسهم يلتزم عدو مجلس الإدارة بتقديمها لضمان مسؤوليته عما قد تصدر منه من أخطاء أثناء توليه مهمة الإدارة وعدم قابلية هذه الأسهم للتداول طيلة المدة اللازمة لسماع دعوة المسؤولية التي قد ترفعها الشركة ضد عدو مجلس الإدارة ولا شك أن عدوية أي عدو من أعضاء مجلس الإدارة لا يفي بهذا الالتزام يكون مآلها إلى البطلان ويجب على مراقب الحسابات أن يتأكد من مدى مراعاة هذا القيد ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الجزاء المترتب على مخالفة القيود النظامية فأي تداول الأسهم بالمخالفة للقيود النظامية التي نص عليها المنظم السعودي سيكون مآله إلى البطلان وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القيود النظامية وتقدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا تقرر هذا البطلان فإن هذا لا يؤدي إلى المساس بحقوق الغير حسن النية فإذا نجمع عن ذلك أي ضرر للغير حسن النية فيجوز أن يطالب بالتعويض وتكون المسؤولية تضامنية إذا تعدد من ينسب إليهم هذا الخطأ هذا بالنسبة للقيود النظامية